بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العالم أصبح سوقا كبيرا للسلاح السلاح الذي هو علامة القوة لأي دولة أمريكا تتباهى بين الدول بـ F-35 هذه الطائرة التي تعطيها من تشاء وتمنعها ممن تشاء وتعتبرها علامة التفوق في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص هذه الطائرة توصف بأنها الأكثر تخفيا بين مقاتلات الجيل الخامس ولها خمسة أسباب تجعل هذه الطائرة ضمن الأفضل عالميا نتابع مع حضرتهم ما يتعلق بهذه الطائرة التي أثارت جدلا كبيرا في العالم F-35 والتي قامت أمريكا بحرمان تركيا منها لأن تركيا قامت بشراء منظومة S-400 المضادة للصواريخ والطائرات مضت حتى الآن خمس سنوات فقط منذ تقديم طائرة F-16 لايتينج الثانية ورغم بدايتها الصعبة لم تكن الإخفاقات والانتقادات الموجهة إلى المقاتلة الشبح من الجيل الخامس للشركة الأمريكية المصنعة كافية لمنعها من أن تحظى بمكانة كبيرة داخل الجيش الأمريكي وإليكم خمسة أسباب تجعل طائرة F-35 تحافظ على مكانتها ضمن أفضل المقاتلات النفاثة في العالم واحد تعدد الاستخدامات داخل مقاتلة F-35 يبالغ عادة في استخدام مصطلح تعدد الاستخدامات التشغيلية داخل مجال التعليقات الدفاعية لكن مقاتلة F-35 استثناء يضمن تحقيق معنى المصطلح بالكامل كما تقول مجلز ناشونال انترسيت الأمريكية والمقاتلة F-35 مصممة بعديد من التجهيزات المختلفة لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام إذ يحتوي تجهيز الشبح على أربعة صواريخ EIM-120 أرام لمهمات الجو جو أو مزيد من أربع قنابل ذكية أمرام وذخائر الهجوم المباشر المشترك جدام للمهمات الجو أرض وجميعها محملة داخل مخزن التسليح الداخلي للمقاتلات من أجل تقليل ظهورها على الرادار هذه الطائرة الشبح أهميتها تكمن في أنها لا تظهر على الرادارات ومن ثم هناك تجهيز وضع الوحش الذي يوفر أربعة عشر صاروخ أمرام وصاروخين EIM-9 للمهمات الجوية أو ستة صواريخ جدام مع أربعة صواريخ أمرام للمهمات الأرضية وتوجد داخل مزيد من المخازم الداخلية والخارجية وكما يوحي الإسم فإن وضع الوحش يشير بالأداء الشبحي الخفي من أجل تحقيق أقصى قوة نيرانية يمكن لمقاتلات F-35 بلوغها الميزة الثانية التوافق التشغيلي الخاص بF-35 أطلق أحد الطيارين على مقاتلة F-35 لقب الظهير الربعي في السماء إذ تستطيع أجهزة الاستشعار المتعددة على متنها توليد صورة في الوقت الفعلي لساحة المعركة ومن ثم تستطيع المقاتلة F-35 نقل تلك المعلومات الحية إلى الوحدات ومراكز التشغيل القريبة لتساهم في شبكة البيانات المشتركة القائمة على المعلومات الحية وبهذا تكون مقاتلات F-35 مضاعفة للقوة إذ تستطيع تعزيز قدرات الوحدات الجوية والأرضية والبحرية الصديقة عن طريق الاستفادة من حزمة أجهزة استشعاراتها المتقدمة لتوفير معلومات لن يحصل عليها في غياب المقاتلة الميزة الثالثة التخفي تتميز مقاتلات F-35 بهيكل طائرة مصمم خصوصا لتوليد أقل مقطع عرضي على شاشات الرادار كما أنها مغطاة بمادة تمتص موجات الرادار ويعتقد عادة أن مقاتلات F-35 تكون أكثر تخفيا من مقاتلات F-22 رابيتور التي يمكن القول أنها المعيار الذهبي لأداء التخفي في الجيل الخامس مما يولد مقطعا عرضيا منخفضا للغاية على شاشات الرادار لدرجة أنه غالبا ما يقارن بكرة الجولف المعدنية وهذا يجعل F-35 الخيار المناسب لمهمات الاختراق في عمق المجال الجوي للعدو الميزة الرابعة الحرب الإلكترونية تتمتع مقاتلات F-35 بنظام رادار مصفوفة المسح الإلكتروني النشط 81 ANABG الذي يمنحها قدرة قوية على تنفيذ الإجراءات المضادة الإلكترونية حيث تستطيع المنظومة تتبع عدة أهداف متحركة على مسافة تجاوز 150 كيلو مترا وتحديد موقعها على الخرائط بدقة إلى جانب تقديم ملفات تعريف فريدة من نوعها لتناسب أنماط المهمات المختلفة وفي الوقت ذاته تقدم حزمة الإجراءات المضادة مستقبل إنذار رادار وقدرات تشويش فضلا عن مزايا الاستجابة السريعة والوعي بالأوضاع وهذا مثلا فقط من داخل واحدة من أكثر حزم إلكترونيات الطيران تطورا داخل مقاتلة شبحية على الإطلاق الميزة الخامسة والأخيرة التوافر كانت العقبة الرئيسية في وجه المقاتلة F-35 هي دون شك التكاليف الباهظة للبرنامج على مر السنوات وبينما ما تزال التكاليف تمثل مشكلة هناك بعض الأنباء وهي أن أولى مقاتلات F-35 باتت مجهزة بالكامل وتشهد بالفعل نشرها في المهام القتالية بينما تراجعت تكاليف إنتاج الطراز بشكل كبير في السنوات الأخيرة ووفقا لأحدث التقديرات نجد أن المقاتلة F-35 أرخص من مقاتلات الجيل الرابع الأمريكية الرائدة مع وصول سعرها إلى 77 مليون دولار ونص وأرخص بكثير من الطرازات المنافسة لدى الحلفاء مثل المقاتلة يوروفايتر التابعة للاتحاد الأوروبي فما الذي يعنيه كل ذلك؟ لا يقتصر الأمر على تمتع الحكومة الأمريكية بأفضلية بل يمتد ليجعل F-35 قادرة على المنافسة أكثر بصفتها منتجا للتصدير إذن اتضحت الأمور أن أسواق السلاح تريد أن تعمل والحروب لابد أن تنتشر في عموم الأرض يعني هذا ما تريده شركات الأسلحة والجيوش والدول الكبرى أن يتاجروا بآلام الشعوب وبالدماء وبالأشلاء هذه الطائرات الشباحية والتي يريد أن يجعلوها سلعة تنتشر هنا وهناك في مضاربة مع سو 57 الروسية وطائرات البيرقدار والمسيرات التركية إنه سوق للمزايدة العالمي من هذه الدول التي لا تنشد السلام إنما تريد أن تنشر الحروب في العالم لا شك أننا ذكرنا لكم مميزات هذه الطائرة والتي ينبغي على العالم الإسلامي والعربي أن يكون لهم جد واجتهاد في أن يمتلكوا التكنولوجيا العسكرية فمن يمتلك تصنيع سلاحه وغذاؤه ودواؤه يمتلك قراره متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته